النهاردة البرلمان بيفعل تعديلات الدستورية اللي تمت مؤخرا باطلاق الغرفة الثانية للتشريع ليكون هناك مجلس للنواب بنفس عرض اعضاؤه والتغيير اللي حصل 50% فردي انتخابات فردية و50% بالقائمة وده كان فيه حالة جدل ناس كتير بتقول 50% فردي كتير خلينا تلتين قائمة والتلت بس بالفردي لكن المشرع رأى وارطأة والناس اللي بيدلسوا الموضوع عايزين نتيح الفرصة لأكبر قدر من الناس عشان يخشوا بعيدا عن الاحزاب او بعيدا عن الكيانات الاخرى زي الاقتلافات وغيره حد بيقول لي انه 50% للفردي ده بيأتي على حساب الاحزاب بقول له لا لانه الاحزاب عندي في مصر اكتر من 104 حزب هذه الاحزاب اي حزب من هذه الاحزاب لا يستطيع انه هو يقدم قائمة او اقتلاف قائمة حزبية في انتخابات القادمة سواء في مجلس النواب او مجلس شيوخ لابد انه في تقديري انه لا مبرج لوجوده لابد انه معرفش ده قانوني ولا مش قانوني دستوري او مش دستوري الحزب اللي ما يكونش عنده عدد معين من النواب المفروض مش من حق يبقى في احزاب يعني اعتقد لانه عندي 104 حزب 104 حزب ليه؟ كتير انا شخصيا مش فاكر منهم 10 احزاب والله دي مش نوع من الدعاية ولا نوع من الهزار يعني فانا بقول احنا عايزين حياة حزبية حقيقية الحياة الحزبية الحقيقة تفرز لنا افكار وتفرز لنا برامج وتفرز لنا قادة وتفرز لنا نواب وتفرز لنا ايضا سياسيين احنا ناس دي بتلاقي اذا اطلع حد بيتفزلك ويقولك احنا عايزين نلعب ونشتغل ونحرك المياه الراكدة في عالم السياسة واحد تاني ولا واحدة تاني فزدوكة ولا فزدوك يقولك السياسة ماتت عايزين احياء السياسة احنا عايزين الحياة تدب فيه اوصال المجار السياسية يا سيد على راسي من فوق وكلنا وهل في مصري حقيقي وطني بيحب بلده يكره ان يكون عندي حياة حزبية حقيقية نحن ننشد ونتمنى ان يكون لدينا حياة حزبية حقيقية تفرز لنا كوادر تفرز لنا سياسيين تفرز لنا كوادر يمكن ان يعتمد عليها فيه حركة الوزراء وحركة المحافظين وحركة المحليات اللي بتكلم بيتكلموا خلاص طمت يلا الاحزاب اتحركوا يجي واحد يقول لي انا مش عارف اشتغل انا عايز دعم حكومي يا سلام انت عايز دعم من الحكومة عشان تهاجم الحكومة عايز دعم من الحكومة عشان تعارض الحكومة المفروض الحزب يكون عنده مصر تمويل الحزب يكون عنده ناس بتموله وده مش عيب الحزب عنده تبرعات الحزب عنده اشتراكات اعضاء الحزب عنده برنامج الحزب عنده قاعدة جمهرية تحرك انزل الشارع اعمل مؤتمرات كلم الناس خاطب الشباب المفروض الاحزاب تتحرك وتشتغل الفترة القادمة فترة انتخابات برلمانية وانتخابات لمجلس الشيوخ وان شاء الله يكون عندي المحليات فبالتالي كل حزب لديه طموح ولديه نية حقيقية لممارسة العمل السياسي يتفضل يشتغل وينزل الشارع الاحزاب ليست في الفضائيات ولا في الصحف ولا في محافظة القاهرة فقط الاحزاب في القرى والنجوع في الصعيد وفي بحري في المحافظات الحدودية انا شايف انه هذا القرار او هذا القانون اللي تم الموافق عليه من لجنة التشريعية والدستورية بيمثل خطوة الى الامام في مجال استكمال البنيان او نقلة نوعية في العمل التشريعي احنا عندنا مؤسسة تشريعية كانت عبارة عن البرلمان دلوقتي اصبح مجلس النواب وان شاء الله مجلس الشيوخ وباذن الله كمان يبقى عندنا المحليات علشان الكل يشارك حفاظ على المرأة وكوتة المرأة حفاظ على المزيات والمزايا النسبية الممنوحة لبعض الفئات تم الحفاظ عليها ايضا وفقا للتعديلات الدستورية اللي كانت موجودة فيه التعديلات الاخيرة اللي اقررناها خلال الفترة الماضية